قصتنا النهاردة عن مكافأة ناية الخدمة اللي خدتها مادام مونيا من جزها وابن عمها بعد عشرة عمر طويلة خلفوا فيها ولدين وبنت على وش جواز دلوقتي المكافأة انه اتجاوز عليها عورفي من زملته اللي بينه وبين قصة حبه من سنين لدرجة انه هو خليها تخلع جزها عشان تتجاوزه الغريب انه خد بنته تشتغل معاه في نفس الشرك فمرت ابوها تصاحبت عليها وبقيت تجبلها هدايا وتساعدها وتستشيرها في علاقتها بابوها كمان فمادام مونيا وجد جزها طلبت منه الطلاق قال لها انسي لو طلقتك هاخد منك كل حاجة حتى كيس الفلوس اللي في ايدك ولادها قالوا لا استحمل يا ماما وفوق ده كله جزها بيطلب منها تحبه وتوده وتعمله اللي هو عايزه وهي مش عارفة تعمل ايه عشان كده منونا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية ازيك يا دكتور محمد ازيك يا سيدي اخبرك ايه الحمد لله اللي بيطلب طبعا الناس عامل ايه انا كويس انت عامل ايه كويسة الحمد لله شفت القصص دي كتير سأه اكيد طبعا شفتها كتير هو ايه ده هو انا عاعد اكبر وعلي فيه وابني معاه وفي الاخرى عامل فيه كده ما هو عشان هو نرجيسي ونحط تحت النرجيسي دي الف خط اعرف منين الراجل النارجيسي بقى كل الحاجات اللي هي حكيتها بتدول ان هو نرجيسي زي ايه اول حاجة الشخص النرجيسي هو شخص بيفكر في نفسه بس ويشبع رغباته ونزواته فقط وبيخلف عادي جدا يعني مش هيقولك لأ العيال ممكن تاخد مني فلوس انا مش عادي اترفع لحد انا عادي اتخبر في حد مش كده خالص هو عنده الكيان وعنده الاسرة لازم تبقى موجودة بالوايز اجتماعي بالوايز اجتماعي ومنظر اجتماعي قدام الناس بس مقابل ده انا الناحية التانية عيش حياتي زي ما انا عايز ولما مراتي تعترضني او تقولي ان انت بتعمل ايه ابدأ اهددها ابدأ قلو ادراحها ابدأ افاهمها اللي انا بعمله ده حق من حقوقي وظلمها وممكن اقزيها نفسيا واجع عليها واكسرها بس المهم ان انا اشبع الرغبات اللي موجودة عندي بدليل ان هي بعد القصة الطويلة دي كلها لما طلبت منه الطلاق او ان خلاص بقى سيبني انت اتجوزت علي خلاص انت ما بتحبنيش واتجوزت علي وعايش حياتك مع واحدة تاني وانت مش حاسس بالأذن نفسي او بالوجع النفس اللي موجود جواي لا لا انا مش هسيبك انت ملكي انت بتاعتي ولو في يوم من الايام سبتك هطلعك من الجوازة دي من غير اي حاجة ومن غير اي حق من حقوقك حتى المحفظة بتاعيت ولا الهواء ممكن كمان وهي بتطلب الطلاق منه ممكن يقول لها اعمليلي ابراق عن كل حاجة موجودة هيعرف هيعمل كده مش هاتونة عليه هي منهاش علاقة بقصة هاتون او مش هاتون هي بليها علاقة ان هو زي ما قلت لك هو شخص قناني بيفكر في نفسه عايز بيت ويفضل موجود والكيان والمنظر الاجتماعي وفي نفس الوقت انا الناحية التانية اعمل كل حاجة انا عايزها زي الفل بس الانسانيات يا دوكتر ما هو الناس في الحتة دي هو ما بيفكرش بالانسانيات هو شايف ايه ان ده حقي انا عايز اعيش حياتي يعني ايه هو ما هو زي مطلق الستة التانية من جوزها ده كان حق ما خراب هو ابتدى دخل هل تفتكر هو اللي خالت تعمل كده ولا هي بتهول عشان زعلانه او عايز اقولك حاجة ما هو ممكن فعلا يكون دخل في حياتها في وقت كان بينها وبين جوزها مشاكل طبعا اقول لك كلمتين حلوين زي اللي خصص اللي بتشوفها وهو مش عارفها اه ادها اهتمام و ادها مشاعر ازاي يعمل في واحدة حلو قوي كده زيك يعمل لها كده بس ده يعلمنا حاجة يعلمنا ان هو لما بيكون حد في حياته بيمتلكه خلي بالك من النقطة دي يعني هو موظفين عنده قصدك ان هو بيمتلكها فهو يقدر يدخل في حياتها الشخصية اه يعني مثلا هو دلوقتي امتلكها الله ممكن يكون كان عارفها وهي كانت لسه العراقب جوزها او في مشاكل بينها وبين جوزها فلما دخل يا سالي وابتدى يديها اتمام ومشاعر هي طبعا فتحت الباب وده شيء غلط طبعا فبتدت يحصل فجوة اكتر بينها وبين جوزها وابتدت تشوف جوزها وحش اكتر واكتر ويحصل مفور و هو ناحية التانية اللى هو بقى شخص اللي بيدها لاهتمام والاحتواء بص نفسك فى المرية هتشوفي انت حلوة قد ايه و ابتده كان من المرية عليك في يها حزن ملأ دي او وابتده يعمل ايه كمان يعرف نقطة ضعف او الحاجات اللي كان جوزها مش بيعملها وابتده يدها لها مش بيهتم بيكي طبعا انا هوهتم بيكي دخل من الصغرات دي دخل من الصغرات وابتدى اهتمى بالتفاصيل لدرجة ان هي سلمت نفسها وممكن تكون انهت الحياة مع جوزها مقابل ان هي تتجاوز الانسان ده وعلى فكرة ممكن تكون في الظلمة في الظلمة كمان ارخص نفسي قوي كده مع احترامي يعني للجميع ما هو في حاجة هي ممكن تكون لسه طلع منفصلة ومش عايز او عندها اولاد اهلي اقول له اهلي وعيالي طيب ايه ده جواز يعني ايه يعني انا حبيته او مثلا اتعلقت به طبعا انا عايز اجون موجودة معاه الظروف اللي حواليا ما تنفعش ممكن تكون كانت منفصلة وليها طلقها ممكن لو عارف ممكن ياخد منها عيالها حاجات كتير جدا فممكن لجأت لجأت لده بس في الآخر هي وقت كمان هي كمان شخصي يعني ضحية لشخص نرجيسي طبعا وبنته بنته لأ بسي هو طبعا يعني ازاي انا امي ممكن ابيعها في ام اللي هيا مش خاطر واحدة متجوزة بوي دي امي يعني هي بنت كنت بحسن من امي بص هي بنته يا البنت التانية دخلت عليها بتارت تديها اهتمام تيجيب لها هداية تسأل عليها تصاحبها حتى لو هي حتى لو بس ايه المقابل دي امي ومكن احد بيع امه عشان كده هي البنت مابعدش امها بس البنت مش فاهمة مقدار الازل النفسي شو ما ايدي على وش الجواز يعني على وش دلوقتي مصلحتها مع مين ابوها نعم يا دكتور مين اللي لا طبعا مععمل مين اللي بيصرف مين اللي مين اللي بيوقفها على رجلها مين اللي بيعمل مين اللي رباني و serving و口 farm ومين اللي انا محتاج تعفل لو كان الحال دي خدت وقفة مع الراجل دة خدت وقفة من الراجل دة بس في حاج بنرجع عن اللي بيعمله صاحبة القصة النهارده هي طيبة زيادة عن اللزوم لأ لا طيبة لا زيادة عن اللزوم لا ما حد يجي يقولك أنا موافق أنه يصاحب بس ما يتجوز ليه ستات الأغلبية بقوا كده يصاحب آه لكن يجيب لي واحدة هشاركني و هل بتتكلم عشان الورس طب أنا عايز أسألك سؤال و هل بتتكلم عشان الجواز ده خلاص هي بقت مكتوباله على طول ولا عشان إيه سألني السؤال هسألك السؤال بص هي دلوقتي طيبة زيادة عن اللزوم بدليل أن هي وفقت على كل التجوزات اللي كان بيعملها خلال فترة جوازه هي دلوقتي مغلوبة على أمرها هي مش عارفة تخرج من الدائرة اللي موجودة فيها وهو طول فترة الجواز دي بيحاول يجردها من أي مصادر قوة ليه يعني ست ما بتشتغلش مش عندها مديات بس معها مصادر قوة كبيرة قوي ايه مصادر قوة تلات عيال معها مصادر عيالها مش معها معنا أقولك حاجة لو كنت ربيت صح كان ولقهم يبقى لي يعني الواحدة بتقولك أنا جوزي فيرجة عشان نشوق على الفكرة أنا بشوف حاجة إنه في الجوازي العيال بتبقى أغلى من أمهم أو العيال بتبقى أغلى من أبوهم يعني أنا بشوف كده معرفش اللي بشوفه قدامي فالست بتقولك ده هو ممكن ما يفكرش يجوز عليها عشان خاطر ما يزعلش عياله عشان خاطر ما يخليش عياله تأذي نفسيا يا سيدي أنا مش مهم أنا وإنت وما بقيناش بقين على بعض بس أنا عندي أفشل مقولة كده إن إحنا مكملين مع بعض عشان خاطر العيال لا في فرق إحنا بنحترم بعض بس ممكن يكون الحب قل بس إحنا الاتنين بيننا مصلحة مشتركة وبيننا شركة هي العيال بس أنا لأبقى زيكي ولا أنت بتأذيني تانكيو يعني باحترم نفسيتك طبعا صح ولا مصدر وباحترم نفسي برا البيت وجوه البيت ممكن نكون غير متوافقين التوافقين كامل آه باحترميك وبتحترميك أو بمعنى تاني إن أنا بخاف عليك من الأذى أحترم غيابك وأحترم إن أنا على اسم رجل طي لو أنا بقى ما بقيتش خاف عليك من الأذى يبقى أنت بالنسبة لي مش فرقة مجرد حاجة عايشة كده في البيت وانتهين على كده صح ولا مصح وده اللي بيخلي إن العلاقات تتهدم إن بيبقى فيه طرف بص فيه طرف عايز يشفكر في نفسه اللي أنا عنده عالية عايز يشبع رغباته عايز عايش نزواته بطريقة كبيرة جدا ما بيفكرش في الطرف التاني هل إن هو تأذى ولا ما تأذاش وده ما بيبنش في الخطوبة لا ما بيبنش في الخطوبة يعني ابن عمي مش هعرف بجد إن هو كده أصلا عايز أقولك حاجة قصة ابن عمها دي هم متربين مع بعض وممكن يكون هي ما خدتش فرصة في الاختيار يا سالي ابن عمك بقى ويلا عشان نتجوز ونفرح بيكي بس عال تلات سنين حبه ماشي فيه ناس ممكن بعد الجواز بيبدأ بقى يخش في حياتي يقولك أنا من حق إن أنا عايش أنا عايز عايش أنا عايز أشوف حياتي هي مقدرتش تاخد موقف من الأول فهو ابتدى شاف إن ده ضعف فابتدى يتماد يتماد أكتر يتماد أكتر وابتدى يشوف حياته بدليل إن هو بيطلع من تجربة يدخل في تجربة يطلع من تجربة يدخل في تجربة واخيانات متعددة وإن هي سكتة ده غلط أيها طبعا ولا ده حب مالوش علاقة بالحب على فكرة ده ضعف أنا بالنسبالي ده ضعف طب ما خايف يمشي يوسفني ما هو يمشي ما هو أنا بدي فرصة للطرف القدام بقوله إيه أنا ضعيف من غيرك آه بس ما تتجوزش علي يعني صاحب علي بس ما تتجوزه طب ده هيصاحب يومينه هيسببه ما هيرجع بيته وهم يومينه مجميه في الآخر إيه بقى الستات اللي بتفهم الحتة دي أخرب بيت يا نا الستات اللي بتفهم الحتة دي بتفهمها غلط هقولك ليه ساعات ستة تقولك إيه ما هو متعدد الحلاقات أهم حاجة أنه بيرجع أنام في بيته أهم حاجة اللي بيشه واحد أهم دون أم كتير مع الوقت هتزهر واحدة تلف دماغه طب لا أنا دلوقتي هو مقضيها علاقات ماشي خرج خلص دي دخل في دي خلص دي فيه واحدة هتجي فيه وقته معاها هتوقفه كده هتقوله لا هتنسي كل الستات اللي عرفها حتى نشيقش طالما في الحتة دي ماشي فيها هيقع طب علشان كده أنا كنت بقولي حتة إن فيه حاجات ما نسكوتش عليها يعني فيه حاجات ما ينفعش نعدي مفروض الستة تعملي قوي ما تعرف إن جزءها بيخنى ستة العقلة ما تهدمش بيتها وتكمل في بيتها بص أنا عايز أقول لك حاجة هو المفروض الستة طبعاً يعني أنا شايف ببقى فيه حاجات غاسبة عن الستات برضو يعني المفروض الستة تتكلم مع جزءها مرة واثنين وثلاثة نعم وأنا أستنى ما يخنى مرة واثنين وثلاثة لا تتكلم ماشي تعت في طابونة ما احنا بنقول رصيد الفرص بص يا سالي أنت أنت عم ماشي سارح كده مرة واثنين وثلاثة بصي بصي أنت ابني وغلطت في الأمورك اسمعي بصي أقول لك حاجة هي بتبقى طبيعة يعني إيه طبيعة ممكن سالي مثلاً لو حصل معها ده ستوب ستوب شكراً انتهت الحياة هب الهب ممكن واحدة تانية طبيعة شخصيتها ممكن تتقبل وتعدي وتتجاوز وتقول لك أماشي الدنيا على أمل أن هو يبقى كويس ويقف على رجله وأمل راحة مستشفى حقسية فيه بقى فيه راجل الناحية التانية لما بيلاقي أن الست سكتة ومتسامحة ومتساهلة بيفتكر أن هي مغلوبة على الأمرها وأن هو من حقه يعمل ده مرة واثنين وثلاثة واربعة زي ما قلت لك احنا عندنا الشخصية النهاردة طيبة جداً وده باين على فكرة من حتى طريقة عرضها للمشكلة يعني هو بيطلب منها الحب والويد وممكن يكون بيطلب منها أنه علاقة زوجين مهدينة رجسية يعني إنها رجسية هو بيعمل عليها إسقاط من العيوب اللي موجودة عنده عليها هي طيب أنا ممكن أقول لأ يا دكتور محمد ما هي مش عارفة تقول لأ ليه؟ لأنها ما بتعرفش تقول لأ شخصيتها بتخاف من الموجهة مش عارفة تلوم عيالها هتلوم؟ تعرف أنا لو عيالي لقدر الله يعني ربنا ما يكتب على حد إنه محدش عارف كل واحد بتلقوا غير أنا بعد مربتك راح تصحبيلي بين المرات أبوكي؟ طبع في الشخصيات يعني أنت كسالي مثلا لو حصل معاك زي ما قلت لك كده هتهد الدنيا أنا أعد أستحمل عشانتوا تتجوزوا إن شاء الله ما تجوزتوا هي أنا مال هي النحية الثانية زي ما قلت لك إن هي طيبة زيادة عن اللزوم وتحملت على نفسها زيادة عن اللزوم عشان كده بيطلبوا عيالي حق غير مكتسب أنا ليه أكمل مع راجل بياني للدرجة دي انتوا ردتولي كده ساعات الظروف وأنا اللي بقطع اللقمة وادهالكم سالي ساعات الظروف بتبقى أقوى من الست إيه بقى أنه مش هيجوزوا إن شاء الله ما تجوزتوا يعني بص يا سالي ساعات الماديات لما بتكونش موجودة في حياة الست بتعطل الست عن حاجات كتير طب ما هو ده اللي بيجيب الست ما هو ده عارف ساعات إنها ما عندهاش وظيفة بيعطل الست عن حاجات كتير ما عندهاش أهل يسندوها بيعطل الست عن حاجات كتير ما عندهاش أهل يقفوا ليها مع أي مشكلة بتحصل ويجيبوا حق حقها بيعطل الست عن حاجات كتير هو أنت رأيك أن هي تكمل معا هي على فكرة هو أنت من الكلام اللي بتقوله ده أنا 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 توغشت كده طب أنا هقولك حاجة نتكلم نتكلم أنا هتكلم من وقع المشكلة أنا مش هتكلم بكلام برة وقع المشكلة ماشي الحالة اللي احنا موجودنا معاها هي مجبرة تكمل ليه بقى واضح وهي لما هي خدت قراره بتقولك ايه انا موافقة ان انا اكمل وهو عايز يبقى متجوز بس ما يطلبش مني حب واهتمام ده بيدل على ايه وانا مش عارف اقلب وشي يعني مش هتعرف لما يجي بصي يا باي انا انا ده اقل واجب انه لما يجي يا سيدي وانا مش عارفت حك للحلل مش عايز ابصلك انا قريت ما بين السطور وهي بتحكي ان هي ست طيبة زيادة عن اللزوم جدا وما بتعرفش تقول لأ وما بتعرفش اتواجه وما بتعرفش تجيب حقوقها وهو بيعرف يسيطر عليها وعارف نقطة الضعف اللي عندها انا بتعامل مع الشخصية الاول بشوف الانسانة دي يعني انا ممكن اقولك حاجات تمشي عليها بشخصيتك انت القوية وتنفذيها واحدة تانية ممكن تبقى قاعدة جنبك ست زيك بس ما بتعرفش تنفذ اللي انا هقول اعيز اقولك ان انا معاك جدا وعايز اقولك ان كلمة هيبقى نفس كلامك بس مش عايز الستات كلها تبقى كده دكتور محمد يعني انا لو انا لو انا هبقى مكانها وبقول لها تكمل او ترجع عشان ما اسيبش حكتي الحال وصي هي مدى عشان دي حك لو هو نرجيسي دي حكتي فانت انا عملتك الاختيار الاختيار اللي هي اختريته في القصة اللي هو بتقول ايه انا هكمل بس ما يطلبش مني حب واهتمام هو بيطلب حب واهتمام ليا سالح عشان نرجيسي وقالاني اديني لأ انت ملك انت بتاعت انت زي ما تتميش باية اشتكرو ده ملوش كبير نات كلمة لأ ملوش كبير ملوش فعلا كبير لان لو كان لي كبير تعارف انا بحسبها بحسبة تانية كل واحد مننا لو اتعامل بقلبه ورحمة قلبه هو مش محتاج يكون كبير في حياته اه طبعا مستفتي قلبك انت طعف تنم ارتاح اه يعني مثلا لما يكون فيه زوجة في حياتك اخلصت ليك وعملت لك كل شيء في الدنيا فيه ناس مابداخدوش بالهم يعني مثلا ايه احنا كرجالة بننفرد بشوية حاجات كيف ايه يقولك ايه انا ربنا حلللي التانية والتالتة والربعة بس اقالك وانا تعديلوا وان خفتم قال لا تعديلوا فواحدة طيب فيه ناس نسيوا ان العدل ده هو ليس العدل المادي ولا العدل العطيفي فيه عدل العدل النفسي يعني ايه بعد ابصة عالستات والله العظيم انا بقولك حتى وانا موزيعه بعد ابصة عالستات كده لموافق ان جزه يتجوز عدا ابصة حسافة من نفسي ايه سايكولوجيتك ايه طيب سايكولوجيتها طيب واقوي كده لا الظروف اجبرتها على تقبل الوضع بتعرف تنام مين يعني الست ويعرف ان جزه مش بايت في البيت بس بايت منك الست ساعات بتكون من غير مصادر قوة في حياتها زي ما قلتلك الماديات مش موجودة الوظيفة مش موجودة الاهل مش مسندينها ما عندهاش مسكن ولا مأوى اقسم بالله بتنجبر ان هي تكمل بس المشكلة في ايه بقى بخلاص بقى بتكون ما هو بتكون طلعته من قلبها ايوه بس اللاهية التانية في ايه بقى ايوه لو ده راجل لو فيه راجل سوي يبدأ يبدأ يفكر ويفكر يعملها بنفسية لكن هو فيه رجالة بتبقى مسسويه يا سالي فبيبدأ ايه يدوس اكتر النرجسي يرفض ما يترفضش يعني طول الفترة ممكن يقولها انا مش هادر انت مش طيقك انا مش هادر اكمل معاكي انت خنقتيني انت عملت فيه وبتاع لما تيه هي تطلب بقى تتعادل كده وتقف على رجلها وتطلب الطلاق لا البيت والاستقرار يا حبيبي وما ينفعش ولو اطلقت على فكرة انت هتتنزلي عن كل شيء بس هو ممكن طول الوقت يبقى مسمحها كلام وحش جدا وقذيها نفسيا ويقل منها وبيتكلم معها كلام وحش يعني تخطي بقى كنين مهزوزة يا حرام في النص طولك انا مهتلمية بنفسي باستمرار وعمري ما اهملت هي مهزوزة انا مش مطالبة نهتم بنفسي طول عمري على فكرة انا مش دخلة مسابقة انا عايز ارد على الحتة دي انا مش دخلة مسابقة ارد على الحتة دي بعض الستات اللي بتبقى رجالتهم بدخله في علاقات كتير يا سالي والست بتبقى شكلها جميل ومهتمة بنفسها فلما بتلاقي ان جوزها بيكلم دي او بيصاحب دي او 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 بتيجي مع الوقت بتفقد الثقة بنفسها وبتشوف نفسها مش كافية فبتبدأ يحصل لها عدم توازن نفسي فبتقع بتقولك ايه وانا فيه ايه ناقص او ان انا مش كاملة او ان انا مش مالي عينه او ان فيه واحدة تانية خطفيته مني او كلمها عايز اقول لكل ست اغلب الرجال اللي بتخون ستاتهم حلو او بتبقى فرغت عين وممكن راجل تاني يشوف الست دي ماشى معا يقول له يا بختك او يحسيده عليها بس هي بتبقى نوع زي كده نوع من الانواع الايه ان تفاصة تتبقى حسن من شاكيرة لكن انا عايز اقول بقى ايه يعني كل ست تبقى مهتمة بنفسها اه وقفة على رجلها اوعي او تعتقدي او تتخيلي في يوم من الايام ان جوزك عارف واحدة او اثنين او ثلاثة عليك عشان انتي وحش لا هي بتبقى يعني الستات بتبقى ستة بتبقى حلوة بتبقى مهتمة بنفسها وحاجات كتير جدا بس هو النحن التانية هو مش شايف ده هو ليه الراجل اللي عينه زيغة هو ده حاجة علمية هي بص هي بتبقى يعني ايه بص بتسم ازاي بتبقى حاجة بتتكوين والله يا دكتور التجميل والله يبقى هاحلي أقولك ليه او بتبقى كده حاجة عند الرجل بتتكوين عنده في مرحلة المراهقة نغني نغني و orphanه في مرحلة المراهقة يبقى عنده زي كده يعني يبقى عنده زي كده يعني جذب للطرف التاني او فبيبدأ الموضوع ده مرحلة المراهقة فبيكون بيدخل في علاقات بيدخل في علاقاته المشكلة بايه بقى ان الموضوع ده بيبدأ برغبة وبيتحول الى ادمان ممكن واحد يدمن واحدة ممكن واحد يدمن ستات لا أنا عايز يدمن وعيش عايز السيتكي مش عايز أكلها أنا وعي الشوكولاتة حيب الشوكولاتة يا وحدك مش فيه راجل ممكن يهد الدنيا كلها عشان قطر واحدة طب هدها ليه عشان أدمنها بعد ما خدها بعد ما خدها بقى فيه راجل بيحافظ فيه راجل ما بيحافظ فيه راجل بيقدر قيمة النعمة اللي بتبقى موجودة معاه وفيه راجل عادي بقى فيه ناس بقى يقولك ايه انا خلاص بقى بقيت ملكي انا هي حبتني وقتها ما عرفش ايه لان الست لما بتحب بتحب بكل تفاصيلها فاهم قصدي يعني الست إحساسها عالي جدا في الحب الراجل ايه بقى الراجل اهدى شوي بدليل ان اللي بيقعوا في المشاكل العاطفية الستة اللي بتضحك عليهم يعني الطرف اللي بتضحك عليهم لا والله مش بتضحك الغلبة يعني لا مش الغلبة اللي بيصدقوا الستة بتحب بودها اه ده قال لي انت اجمل واحدة في الكون اكيد انت مش اجمل واحدة في الكون الستة تحب بودنها طول ما انت بتقول بودنها كلام حل الستة بتتأثر مع الوقت بتتأثر وبتفرق الكلام الستة بتحب بالاهتمام الستة ممكن تبقى انت عادي جدا بس انت بتديها الاهتمام معين هي بتبقى حبة ده فالستة لما بتيجي تقوم كده تخش في قصة حب او تتعلق بالشخص ده بيبقى بقى تحب على تعود على تعلق تجي بقى تفك التحلق من القصة دي تلاقي بقى ما فيه تقعد تتعلق فترة طويلة طب الراجل بقى ما بيتعلق بصي هو الراجل ربنا خلقه بسيكولوجية هو لازم يكون قوي وجامد ووقف على الارض بمعنى اه الراجل بيحب طبعا وفيه رجلة بتحب جدا وفيه قصص فيه رجلة بتعيط عشان الحب يا اخ انا شوفت حاجات غريبة اه فيه رجلة بتعيط وفيه رجلة قاعدت تحت بيوت بيحبوهم بس الراجل نجمة الحياة او الحياة دايما اعلميته ان انت ما تبكيش ما تعيطش ان انت تقف على رجلك ان انت تستمر وتمشي ان انت تكمل وتعدي في ألف واحدة غيرها يعني اغلب اللي مثلا الناس اللي بيجيلي اللي هم في قصص الحب او في الفراء العطفي عايز اقولك ان 98% ما طب هم اللي بيتأثروا ما خلي بالك اللي بيجيلك مش المرضى النفسين اللي بيجيلك ضحايا اللي بيجيلي الضحايا يعني ضحايا المرضى النفس يعني انا بقى ضحايا فلازم اجيلك عشان انت عالك المريض النفسي اصلا هو مش معترف ان هو مريض لا طبعا ماشي اعمالي ازيف خالق لا ما زي مثلا اتصل عندنا النهاردة بوث مدام وانا بيلاه وتحبيني اه طب انا اقربلك ازاي وانا مش طيقاك هو مش وقت باله ليه يعني ليه انت بتجبرني ان انا مش عارف يبقى ليه ما ليش اي حاجة في الحياة غيرك لانه مش عارف اعيش ما دي الانانية وعايزنا احبك دي الانانية دي الانانية ان انا ايه بيتي موجود وامراتي موجودة ومقدار الحب والاهتمام اللي باخده من البيت مين قصدي ومهما عملت اي حاجة بره اوارزو ولا مكرونة انا زي الفل والست اللي موجودة معايا تتقبل اي شيء طب هو لولاده كانوا يقفوله كان هيستجيب؟ مش كده برضو ايه ده النرجيسي ده مالوش كده على فكرة هي ملهاش علاقة بكثة ان الولاد يقفوا او يحاربوا انا على فكرة انا مش معا ان الولاد يقفوا ليه بقى ليه بقى الولاد مع المشاكل الزوجية بيبقوا مشوشين نفسيا انا خسرت بقى البيت كله بيطلعوا مشوشين نفسيا عندهم عقد عندهم مشاكل اطربوا في جو اسري كله صراع ونزاع انا هاخسر انا ممكن اعمل صراع وانزاع مع ابوي او امي انا بقى عاقة لا انا بودك يا بابا بس انا زعلانة منك ماشي ما هو زعلانة يعني انا هبقى مقصرة في حبي شوية بس هعمل اللي ربنا بيقولولي نعم برنا ما هنرضى انه يبقى فيه خلاف والسلام انا مش مع الولاد يخش في المشاكل الزوجية ليه ومش فيه طرف ضعيف وطرف قوي طرف ضعيف وطرف قوي وما ينفعش ان انا ايه وانا بربي ليه ما انا اقولك مش عشان نبقى فريق يا اخي ماشي مش كسة فريقنا انا فريق انا فريق انا زعل مامتنا وطلقي القال واقفة كلها انا زعل ماما ليه اما ليه ايه اشبهت بالحرب بقى احنا مش عايزنا عرب لا هي بتبقى انه بيحننوا قلبه اكتر انه بيفكرون ان احنا عيلة ما هو ما هو ممكن برضو ام تبقى مفترية والعيلة يتوقف لهم تزعلي بابا ليه يحكوا الناس كلها دي مزعلوا بابا 24 ساعة ساعات يبقى احنا بندى يعني ايه توقعات اكتر الولاد ان هما يدخلوا في المشاكل ايه انا مش عايز الولاد يتربوا في جو كله نزعات وصراها بس ساعات بتحصل يا دكتور محمد اوزان واحد بطفل لو تروح تقولي باباها مامي كبتعايت النار ده ما تزعلش مامي تاني بابا بتحنن ايه ماشي بس مع الوقت بتبدأ تكره ابوها ليه عشان هو شايف ان هو بيقز مامي تاني مش عايز طرف يتحمل على طرف الناحية التانية عشان ده بيخلق ايه بقى ان انا خدت ميول صفة معين فهمشت الطرف التاني فحسبته على معاملته مثلا لطرف فانا كده خسرت دورك ابو ام سهل هم حقهم انهم يقولوا ماميتهم استحملي عشان نتجوز وكملي عشان ما هي مستحملة اصلا الفترة دي كلها عشان ولاد هي اصلا من قبل ما الولاد يقولوا لها وياكت لاكت بتقول لهم ما تراك الستة دي تعمل ايه الستة دي هتكمل الستة دي مش هتتطلق ليه بقى اه طبعا المفروض ان هي تتعالج بس المفروض ان هي ايه بقى بص انا عايز اقول لك حاجة الستة دي لازم تمشي كده حياتها بالتجاهل تتجاهل شوية ما تحطش كل ردود الافعال اللي بيعملها قدامها تمشي الدنيا في الفترة دي لانها هي لو انت بسيطي بس هي في مشكلتها هي مش باعتة تقول ان انا عايزة اتطلق هي باعتة تقول ان انا موافقة ان انا كمل الحياة دي وهو متجوز زوجة تانية بس مقدار الحب والاهتمام اللي كان جوايا انا مش عارفة دور لا بس ما يطلبش مني حاجة ما هو هيطلب بس يا مش هتستجيب يا مش هتعرف تدي لانها من جوه مكسورة جروحة فمش هتعرف تتعامل معاه لان عارفة ومش هتعرف على فكرة حتة تانية تدي له ثقة تانية مش عارفة تدي له ثقة لانها خايفة الخطة تجيلها من اي وقت تاني منه هم اولادها طبعين لا هم اولادها برضو على فكرة لازم يكون لهم دور يعني ايه دور لازم يكونوا سند ودعم ليها اروح اصحب مرات ابوية اشان بتجيب لي هدايا اقبت تخيل بتحكيلي ان ايه وبابا النهاردة كانوا متخانقين بس في حاجة لا لا اسمعني بس في جزء في القصة مفقود على فكرة ايه بقى؟ البنت اللي هي بنتها ممكن تكون على علم ان هي مش دي مرات ابوها يعني ازاي؟ وعلى فكرة فيه بنات ممكن بس 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 باباها قعد معاها قالها انا ما عملتش حق غلط انا اتجوزت انا مش عرفها فتح بوقي انا اتجوزت انا ممكن تكون فيه اهتمامات مشتركة ما بينهم ممكن هي بتكون بتحاول تكسابها او بتاخد مرتب كويس فاكي عم مامة مين ماما هبقى رجع على ضيابك المتين هبقى لها بكي وقت لا والله انا عايزها يعني انا عايز مدام مونة تهتم بنفسها تقف على رجلها خلاص هي بتحاول ان هي تدي نفسها تقبل في هذه الحياة هي مددينة نفسها استشاري نفسها اه اه هي تبدأ يبقى فيه دعم نفسي تبدأ بقى زي ما هو بيفكر في نفسه ونزواته ورغباته هي كمان تهتم بنفسها وتقف على رجلها لانها لو فضت متأثرة بالطقن السلبية اللي هو بيديها تقع تقع لازم كده بقى تعيش سنها تاكل كويس تشرب كويس تهتم بنفسها تنزل تخرج تروح تيجي تسافر بفلوسه يا اخي وتبسط وليس بتعمل شوپنج طالما مش هكوة حاجة لا ما هو واضح انه ما بديش فلوس على فكرة اه يعني واضح انه هو يعني على قد ما في حاجة جبتي الاكل بكام بس الشخص النرجيسي ما بيحاولش يمسك الستة اللي بتبقى موجودة معاه فلوس كتير عشان ما بقاش معاها مصادر قوة ادفع بالكريدد كرد عشان عرفت يدراها تكيه ما بقاش معاها مصادر ايه قوة عشان هي هو مقتنع وعارف في يوم من الايام انه هو ازيها وجاي عليها ودايس عليها فعارف ان هي عشان ازيك الحبل اللي تخنقني ليه عارف ان هي لما هتقف على رجلها هتستغنى عنه لسه كده فهو بيحاول بقدر امكان ان هو يجردها من كل مصادر القوة انا عجبني ان انا هاختم بالكلمة دينية او ما تقف على رجلها هتستغنى عنه thank you